اعلن المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2022 أن العدد الكلي لطلبات الترشح للانتخابات النيابية والبلدية بلغ 561 طلبا في رقم قياسي تجاوز جميع الانتخابات السابقة وذلك بعد انتهاء فترة الترشح مساء أمس وكشف المدير التنفيذي للانتخابات عن تسجيل زيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المترشحات الانتخابات النيابية والبلدية مقارنة بالانتخابات السابقة إذ وصل عدده إلى 107 مترشحات من إجمالي عدد المترشحين في انتخابات 2022 ولفت إلى أن قوائم المترشحين ستعرض اليوم الاثنين في اللجان الاشرافية حسب كل محافظة وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية مع فتح باب تقديم طلبات الاعتراض بشأنها وكذلك الطعن على قرارات اللجان الاشرافية بشأن هذه الطلبات أمام المحكمة المختصة وقال المدير التنفيذي للانتخابات إن اللجان الاشرافية على سلامة الانتخاب تلقت 369 طلبا للترشح لعضوية مجلس النواب للفصل التشريعي السادس منهم 83 امرأة وذلك عن جميع الدوائر الأربعين بمحافظات المملكة كما تلقت 192 طلبا للترشح لعضوية المجالس البلدية منهم 24 امرأة ويعكس الاقبال الكبير على الترشح الانتخابات النيابية والبلدية 2022 وعي المواطنين بدور الاستحقاق الانتخابي في عملية التطور الديمقراطي في مملكة البحرين بما يعود بالنفع على المواطنين خمسة أيام جاءت كافية لتفصح عن حقيقة رقم قياسي تجاوز إحصائية المترشحين في جميع الدورات الانتخابية الخمس الماضية فترة الترشح التي امتدت من الخامس وحتى التاسع من هذا الشهر كانت كفيلة بوصول عدد المترشحين الانتخابات المقبلة بين رجل وامرأة إلى خمسمائة وواحد وستين طلب ترشح وبعدما علت الأرقام سقف التوقعات وبلغت المنافسة شدتها بين قوائم المترشحين لخوض غمار الدورة السادسة للانتخابات المقبلة أعلنت هيئة التشريع والرأي القانوني أن قوائم المترشحين ستفصح عن نفسها وسيتم عرضها في اللجان الإشرافية حسب كل محافظة ولمدة ثلاثة أيام متتالية مع فتح باب تقديم طلبات الاعتراض بشأنها وكذلك الطعن على قرارات اللجان الإشرافية بشأن هذه الطلبات أمام المحكمة المختصة هذه المعطيات التي ستؤطر ملامح المشهد الانتخابي المقبل جاءت مغايرة ومبشرة بعدما أظهرت نوعية الإقبال الواسع على عملية الترشح في جميع المحافظات الأربع وهو ما يدلل على طبيعة وعي المواطنين واهتمامهم الوطني بالاستحقاق الانتخابي ودوره في عملية التطور الديمقراطي وإسهامه الفعال في البناء على ما تحقق عبر مؤسسات دستورية متطورة تعي حجم الدور الذي تؤديه السلطة التشريعية في معادلة العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى الثقافي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر